سلام عليكم ويسعد لي مساكن جميعاً وكل عام وأنتو بألف خير بمناسبة عيد الأطحى المبارك الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافي واليمن والبركات وإن شاء الله العيد الجاي منكون عم نحتفل مع بعض بال250 ألف مشترك اليوم عندي لكم كم شغلي هيكي لأني حسيت أني لازم اتواصل معكم بالعيد يعني ما حلوة قطعكم هيكي بالعيد بعرفكم مش دائين لي فقلت خليني أعمل هالفيديو هذا احكي في عن بعض الأشياء اللي صارت مؤخراً وبصراحة صارت شغلات كتير مفاجئة أول شي لعبة كوب هيد متوفرة الآن للبلايستيشن 4 بسعر 20 دولار واحدة من الأشياء المفاجئة بصراحة لأنه الاستوديو بنفسه صرح أنه اللعبي لن تنزل للبلايستيشن 4 فأنه بعد ثلاث سنين من هذا التصريح اللعبي تنزل للبلايستيشن 4 فهذا الشي بيخليني فعلاً متفاجئ أنا خايف على الاستوديو أنه يكون مانو عم يكسب منيح من اللعبي وممكن هالشي يأثر على مشروعه الجاي أو على إضافة كوب هيد اللي ما منعرف وين اختفت فجأة بس من الجانب الكويس أنه اللعبة الرائعة والجميلة واللي بترفع أم الضغط هاي متوفرة الآن للبلايستيشن 4 للشراء للأسف مش موجودة على استوديو السعودة وهذا الشي بصراحة بيخليني حط مليون علامة تعجب كوب هيد فيه لها زكريات كتير حلوة بالنسبة إليه لأنها هي من أوائل الألعاب اللي عرفت الناس على قناته واللي خلت القناة بمشيئة لا تنطلق انطلاقة سريعة ومتأكد كتير منكم من اللي عم يتابعوا هذا الفيديو اتعرف عليه من وراء كوب هيد عملت لها فيديو جيم بلاي ع القناة الثانية لو حابين تروح تتفرجولي رح حط لكم الرابط عند علامة التعجب الشغل الثاني بتخص الألعاب المجانية للبلايستيشن بلس أعلنوها بشكل رسمي اللعبة الأولى هي فول غايز واللعبة الثانية هي كولوف دوتي مادر نورفير 2 اللي هي طور القصة نبدأ أول شي مع فول غايز اللعبة هاي رح تنزل بتاريخ 6 أغسطس احفظوا هذا التاريخ لأنو بهذا اليوم أيضا اللعبة رح تنزل رسميا للعالم يعني اللعبة نزلت بنفس اليوم للبلس بشغلي شبيهة باللي صار مع روكت ليغ مثلا لما نزلت مباشرة للبلايستيشن بلس عم جرب اللعبة أنا الآن بالبيتة وبصراحة حاسسة كتير رهيبة وفكرتها حلوة وحابب نزل لها فيديو مستقبلا فشو رأيكم بتحبوا تشوفوا لها فيديو ولا بكفة اني العبا ونزل لها مثلا جيم بلاي بسيط بالقناة الثانية ولا شي مثل هي أيضا رح تتوفر للبي سي بنفس الوقت بتاريخ 6 أغسطس لكنها رح تكون طبعا بمصاري أتوقع بعشرة دولار اللعبة الثانية هي Call of Duty Modern Warfare 2 الريماستر لطور القصة اللعبة هاي لو تتذكروا نزلت بشكل حصري مؤقتي خيقول بين قوسين للبلايستيشن 4 الآن وبشكل مفاجئ نزلت للبلايستيشن بلس وهذا الشي كتير حلو بصراحة ما عندي أي فكرة أيمت رح تتوفر اللعبي هاي بس غالبا رح تتوفر مع Fall Guys يعني ممكن بنفس اليوم أو قبله بيوم بيومين ما بعرف بالنسبة للألعاب المجانية للإكس باكس لايف جولد هاي هي قدامكم وبصراحة في شغلات غريبة عم تصير حول الإكس باكس لايف جولد وما بعرف شو صير الألعاب كتير سيئة يا جماعة مؤخرا وما حدي مهتم فيها وواضح أنه عم يحطوا أي لعبي بشوفوها قدامهم بقولك يلا هاي هاي لعبي للجولد في كلام بيقول أنه رح يلغوا الإكس باكس لايف جولد وهذا السبب اللي بخليون يحطوا ألعاب أي كلام لأنه هي الخدمة أصلا رح تلتغى بعد فترة بصراحة ما بعرف إذا ألغوها شو ممكن يصير يعني هل ممكن رح يجبروني على اشتراك الإكس باكس جيم باكس ألتميت ولا أنه رح يصير اللعب أونلاين مجاني على الإكس باكس لو صار هيك أو ماي جود يا جماعة رح تكون ضربة معلم لمايكروسوفت بس بصراحة بحسة صعبي لأنه هني عم يكسبوا كتير من وراء الاشتراك هذا فبحس صعبة تكون حقيقية بس إذا صارت رح تكون نقطة يعني نقطة تفوق كبيري للإكس باكس على البلاي ستيشن بنستنى ونشوف هاي هي ألعاب الإكس باكس لايف جولد وأنا متأكد أنه أغلبكن مش مهتم فيها في إشاعة طلعت قبل فترة بتقول أنه سوني عنده مؤتمر بتاريخ 6 أغسطس تعرفوش يعني 6 أغسطس؟ يعني بعد خمسة أيام من تاريخ هذا الفيديو الإشاعة هاي لما إجت إجا معها تبرير لمؤتمر الإكس باكس جيمز شوكيس وقالوا أنه الشركة ما شاركوا كل الخطة تابعهم لأنه نمسكوا شوية ألعاب يشاركوها بمؤتمر أغسطس الخاص بالإكس باكس لأنه فيل سبينسر بذات نفسه أكد أنه نحن عمنا مؤتمر آخر رح يكون بشهر أغسطس الحالي فهذا الشي بيأكد أيضا بشكل غير مباشر يعني أنه سوني أيضا عنده مؤتمر بس هل هو فعلا بتاريخ 6 أغسطس؟ لأنه إذا كان بتاريخ 6 أغسطس يعني كتير قريب يا جماعة يعني بعد العيد بيومين رح نستقبل المؤتمر الخاص بالبلاي ستيشن عم يقولوا أنه ممكن نشوف فيه لعبة God of War جديدة ممكن نشوف فيه Final Fantasy 16 الإعلان عن سعر الجهاز مثلا وأشياء كتيري فمتحمس كتير وبتمنى فعلا يكون فيه مؤتمر بتاريخ 6 أغسطس لأنه هالفترة هاي فيه أخبار كتير إيجابية هيك حول الألعاب ومتحمس كتير لأعرف أي شي جديد عن بلاي ستيشن بما أننا عم نحكي عن مؤتمرات أغسطس والأكس بوكس وإلى آخره فيه خبر كتير مهم للأكس بوكس وبصراحة تقريبا هذا أكبر خبر صار بعالم الجيمين كله بالـ 2020 بصراحة واللي هو بقولك أنه لعبة Halo Infinite وبشكل مفاجئ رح يتوفر طور الأونلاين منها بشكل مجاني للجميع لكل مستخدمين الأكس بوكس والـ PC بمعنى أنه لعبة Halo Infinite لما بتنزل إن شاء الله بنهاية هاي السنة رح تكون متوفرة للـ Xbox One والـ Xbox Series X والـ PC بخيارين الخيار الأول هو إنك تشتريه بشكل كامل الفول باكيج اللي بيجي فيه طور القصة والطور الأونلاين ملتي بلاير بس إذا ما بدك طور القصة فينك تلعب الأونلاين بشكل مجاني مجاني يعني تماماً مثل PUBG و Fortnite و Apex والألعاب هاي أو بتعرفوا شلون فينش يبه لكونيها أكتر بطور الـ Warzone تبع Call of Duty وشلون إنك إذا بدك تلعب القصة والملتي بلاير تبع Call of Duty لازم تروح تشتريه للعبي أما إذا بدك تلعب الـ Warzone لحاله لا الـ Warzone مجاني نفس الوضع غالباً رح يكون مع Halo Infinite إنك إذا بدك تلعب القصة وبدك تستمتع بطور القصة الطويل والكوب إنتي ورفقاتك وهالشغلات هاي روح اشتري اللعبي أما إذا بس بدك تلعب أونلاين ملتي بلاير فروح حملها مجاناً يا حبيبي وهذا الشيء أيضاً ممكن يخليني أقول إنه أوكي منطقياً رح يلغوا الأونلاين بمصاري ويصير ببلاش لحتى العالم كله تستمتع باللعبي الخبر هذا في إلو إيجابية كبيرة وفي إلو سلبية كبيرة الإيجابية الكبيرة هو إنه كل الناس رح تقدر تلعب Halo Infinite أي شخص عنده PC رح يقدر يلعبها أي شخص عنده Xbox One أو Xbox Series X حتى لو ما كان مهتم باللعبي بقولك يلا بما أنه ببلاش تعال خينجربها وهذا الشيء رح يكبر الفان بيس أو البلاير بيس بالأحرى لللعبي ويخلي كتير ناس يلعبوه بشكل مجنون ومواكبي للتطور اللي صاير كنتنا ما بتحط بعين لاعتبار أنه أفضل الألعاب الأونلاين بهذا الجيل Apex Legends, Warzone, Fortnite, PUBG الألعاب هاي كلها مجانية فبما أنه Halo Infinite هي أجدد جزء من سلسلة عريقة مثلها فمنطقيا رح تواكب التطور وتشوف شو آخر شيء وصلوله الألعاب اللي من نفسها النوعية وتعمل مثلهم لأنه هذا الدارج بصراحة لما فكرت فيه شفت أنه أنت ما فيناك تنزل لعبي باهتمي كتير بالأونلاين بهذا الوقت بسعر 60 دولار فمشان تستقطب لعيبي أكتر للعبتك روح يا حبيبي ألعب ببلاش وطبعا أكيد رح يكون فيه بداخلها نظام مشتريات رح تشتري سواء Battle Pass مثل بعض الإشاعات اللي طلعت أو حتى ممكن يكون فيه Customization وأشياء تشتريه وإلى آخر كل أشياء تجميلية طبعا أما السلبية الكبيرة فهي مقسومة على قسمين بالنسبة إليه الأول ماذا لو كانت اللعبة كتير محشية بالMicro Transactions وكتير أشياء موجودة فيه لحتى تشتريه مثل اللي صار بGears مثلا لأنه هذا الشي كان مزعجني من أيام Halo 5 وما بدي إياه يتكرر بشكل أكبر وأكبر لأنه صارت مجانية وممكن برضو أنه يكون محتوى الإطلاق ضعيف يعني ممكن ما يكون عندك إلا طورين ثلاثة وقت إطلاق اللعبي فقط وهذا السبب اللي خلاهم يقولوا لك معلم تعال خدها ببلاش أحسن ما اللاعبين يعصبوا علينا ويعدوا يسبسبوا بلعبتنا وإلى آخره الرغم أنك لما بتفكر فيها بتشوف أنه أوكي طالما المحتوى ضعيف عطوني إياها ببلاش بس بنفس الوقت بتقول يا أخي معقول اللعبي صلى 6 سنين بالتطوير ما عرفتوا تطلعونا بطور أونلاين محترم وقت الإطلاق يخربيتكن بانجي كانوا بسنتين يععملوا لعبة هيلو بشكل محترم وبأونلاين قوي برضو تم التأكيد أنه اللعبة رح تشتغل بالأونلاين على 120 فريم على الأكس باكس سيريز اكس خلينا نكمل مع خبر آخر للأكس باكس وهذا خبر آخر مفاجئ بصراحة بخص لعبة باتل توتز اللعبة هاي أعلنوا بشكل رسمي أنه رح تنزل بعشرين أغسطس واو بعد عشرين يوم بس بصراحة يا جماعة اللعبة أبدا ما عجبتني لما جربتها أنا جربتها بشهر نوفمبر الماضي لا عجبني فيها لا تصميم المراحل ولا الجيم بلاي ولا الانيميشن ولا الرسومات ولا الإضاءة والمؤثرات بصراحة ما عجبني أي شي فيها لا لما شفتها ولا لما جربتها بنفسي فأنا أبدا ما أنا متحمس له وبيعتقد هذا السبب اللي خلاهني زتوا هيك لللعبة بدل ما يعلنوها مثلا بمؤتمر لأكس باكس جيمز شوكيز زتوا هيك أنه معلمها ليكوا عنا باتل توتز بتكون تشتروه اشتروه ما بتكون خرش واحد من الشباب كان عم يقول أنه مايكروسوفت غبيي أنه ما سوقوا لللعبي هاي وهي راح تنزل بعد عشرين يوم أنا قلت له معلم ترى ممكن تكون زكي لأنه ما سوقوا لا لأنه ممكن تكون لعبي أي كلام هيك بتلعبه شوي وبتطفش منه وبتحس اللعبة ضعيفة شاركوني رأيكم بكل الأخبار اللي حكيت عنه اليوم وهل بعد ما سمعته أنه هيلو انفنت راح تكون مجاني تحمسته تجربوه هلأ ولا لسه حاسين أنه اوكي أنا ماني مهتم باللعبي ياليت تشاركوني كل رأيكم بالتعليقات تحت شكرا كتير لكم يا جماعة المتابعة ما قدرت غيب عنكن بصراحة أكتر من يومين فقلت لازم نعملكون هيك فيديو على السرية بنشوفكن إن شاء الله في قادم الأيام وكل عام وأنتم بألف خير مرة تانية سلام عليكم